كيف يمكن للعربي أن ينظر إلى تركيا والدول الإسلامية؟ هل نهوض هذه الدول يصب في مصلحة العرب أم ضد مصلحتهم؟ وهل على العربي أن يشعر بنوع من الانتماء للرابطة الإسلامية أم لا؟ هل من واجبه أن يفكر ضمن الدوائر الثلاث السياسية الدائرة الوطنية والدائرة القومية والدائرة الإسلامية؟ أم أن مصلحته تكتضي غير ذلك؟ وقبل ذلك هل يفكر العربي حقا وفق استراتيجية محددة؟ أم أنه يفكر بعكله النكاء المعروف؟ نكاية في الخصم ولو على حساب القضايا الاستراتيجية؟ هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع حديث هذا المساء فكونوا معنا لكل واحد فينا طموحات وأمال يرغب في تحقيقها وخاصة فئة الشباب المقبلين على الحياة والإنسان يعول على تحقيق هذه الطموحات إما على نفسه وإما على أكاربه وأصدقائه وغالبا ما يعول على نفسه يطور نفسه يعلمها يثقفها لكي تصبح قادرة على اجتياز العوائق والموانع الطبيعية التي تفصلها عن الطموحات والأمال وقد تكون هذه الطموحات مجرد حقوق أولية بسيطة مثل المسكن والمأكل والمركب والأسرة البسيطة كما هو الحال عندنا في الوطن العربي لكن مهما طور الفرد نفسه فإنه لا يستطيع في الغالب تحقيق طموحاته إلا في وطن جيد لديها البنية الأساسية لتحقيق طموحات مواطنية إذا كنت مواطن جيد في الصومال ما الذي تستطيع أن تصنعه في الصومال أو في اليمن اليوم لابد من وطن مؤهل لتحقيق طموحاتك إذا كنت مواطن جيد وتعبت واشتغلت على نفسك إذا لم يكن لديك وطن جيد يهيئ لك الطريق يعلمك يعطيك الخبرة ويمد لك يد العون ووقت الحاجة فأنت غير محظوظ ولن تتمكن من تحقيق أهدافك وطموحاتك إذن فالوطن هو المحظن الأول الذي يعول عليه في تحقيق أهدافك وطموحاتك ولذلك الشباب فاهمين هذا الأمر ولذلك يسعى الشباب إلى إيجاد هذا الوطن اللائك بهم إذا لم يكن موجودا يعني الشاب في أوروبا خلص هذا الوطن موجود متوفر لكن شاب في الوطن العربي لازم يبحث عن وطن مؤهل لتحقيق طموحاته ولهذا السبب قامت ثورات الربيع العربي لأن الشباب بالذات عرف أنه بلا وطن جيد يساعده على تحقيق أهدافه المشروعة والشاهد هو أن الإنسان العربي إذا لم يجد خلف ظهره وطنا ناهضا يستند إليه ويحتمي به وينطلق منه لتحقيق طموحاته فمن الطبيعي أن ينتقل إلى التفكير ضمن الدائرة الثانية إذا ما فيش وطن صغير بيفكر في الوطن الكبير لأعني الدائرة القومية الشاب يبدأ يعلق آماله على نهوض الأمة العربية الكبيرة الوطن الكبير للعرب لعل نهوضها يدفع إلى نهوض بلده الصغير يعني أنت لما تحدث نهضة عربية في أي دولة أنت بتقول لنفسك يمكن خراجها يأتي إلي في اليمن مثلا والعربي لديه تجارب مشجعة في هذا البلد في هذا الباب عندما نهضت مصر في القرن التاسع عشر بداية النهضة يعني حملت معها العرب جميعا ونهضت بهم وتحسن مستوى الحياة في مختلف الأكتار العربية بفضل النهضة المصرية تحديدا لكن ماذا لو أن حصان القومية العربية أصبح مريضا مثل حصان الوطنية مثل الحصان الوطني أصبح كلاهما هزيل مريض في ظل تآمر دولي واضح على مشاريع النهوض والتغيير في الوطن العربي وفي ظل ممانعة شديدة من قبل الحكومات لتطوير بلدانها وتغييرها أنا كمواطن يمني تآمر العرب ومعهم دول غربية تآمروا على وطنه حطموا فرص الحياة الكريمة له كيف يمكن أن أفكر سياسيا الآن المنطق يقول أنه ينبغي أن أفكر سياسيا يعني ضمن الدوائر الثلاث في الانتماء المفروض أننا موجودين داخل ثلاث دوائر سياسية من حيث الانتماء دائرة العالم الإسلامي وهي الدائرة الكبيرة يعني دائرة الوطنية ثم دائرة الدائرة القومية ثم دائرة العالم الإسلامي وهي الدائرة الأوسع الإنسان في الغرب الإنسان الغربي يفكر سياسيا ضمن هذه الدوائر الدائرة الأولى هي دائرة وطنة الصغير فرنسا ألمانيا بريطانيا إلى آخر ثم تأتي أحداث تدفع هذا المواطن الأوروبي إلى التفكير سياسيا ضمن الدائرة الأوروبية يبدأ يفكر كأوروبي مش بس كفرنسي أو ألماني كأوروبي ثم تأتي أحداث أخرى وتهديدات أخرى تدفع هذا المواطن إلى التفكير ضمن الدائرة الغربية الكبرى مش بس كأوروبي أي أن المواطن الفرنسي أو البريطاني يفكر سياسيا ضمن ثلاث دوائر الدائرة الفرنسية الدائرة الأوروبية والدائرة الغربية الدائرة الغربية هذه الدائرة الأخيرة هي دائرة الدين والحضارة ما الذي يجمع أوروبا مع أمريكا؟ الدين والحضارة مع أن معظم الأوروبيين لم يعودوا يؤمنون بالدين إلا أنهم يعتبرون المسيحية رابطة رابطة ثقافية ومن ثم رابطة سياسية بل أنهم يعتبرون المذهب رابطة سياسية ولذلك يفاصلون روسيا واليونان ومن معهم من الأرثوذكس ويعتبرون جماعة مختلفة حتى على مستوى المذهب بس والمذهب عندهم دين ولا يعيبون ذلك على أنفسهم الأوروبيون لا يعيبون ذلك على أنفسهم كما يفعل العلمان العربي العلمان العربي يعتقد أن التفكير ضمن الدائرة الإسلامية رجعية وماضوية ومهلبية إذن لماذا يعيب البعض علينا في الوطن العربي إذا فكرنا ضمن دوائرنا الثلاث الدائرة الوطنية الدائرة القومية الدائرة الحضارية الإسلامية لماذا يعيب علينا ذلك؟ لماذا يرد لنا أن نكون لوحدنا هكذا في الفراغ؟ في الفراغ العالم كله داخل دوائر معينة وإحنا في الفراغ يريدوننا في الفراغ هذا أمر يحتاج إلى وقفة تحليلية قبل أن يتم اختراع الإسلام فوبيا الإسلام فوبيا الخوف من الإسلام والإخوان فوبيا قبل أن يتم اختراع هذه الأفكار كان السياسي العربي يفكر ضمن الدوائر الثلاث المنطقية التي تحدثنا عنها قبل قليل حتى أن حاكما علمانيا عروبيا قوميا مثل معمر القذافي كان يدعم صناعة القنبلة النووية الباكستانية بسخاء ما الذي دفع حاكما عروبيا قوميا لدعم دولة ليست على حدوده ولها ثقافة مختلفة لغة مختلفة ومغايرة التفكير السياسي التفكير السياسي الاستراتيجي ضمن دوائر الانتماء الثلاث هو الذي دفعه لذلك أراد أن يصنع سلاحا نوويا ليبيا لكنه لم يتمكن ساعد مصر في حربها على إسرائيل لعلها تسترد فلسطين أو تصنع سلاح نوعي لكنها لم تتمكن فتوجه إلى العالم الإسلامي وأعطى ملايين الدولارات لباكستان حتى تتمكن من صناعة سلاح نووي إسلامي هكذا كان يفكر القذافي وهو رجل مستبد لكن كان لديه استراتيجية نعم إسلامي هذه الكلمة التي أصبحت تثير الخوف لدى العلمانيين العرب المتأخرين لأنه عندنا نوعين من العلمانيين العرب فيه علمانيين متقدمين ناضجين عندهم رؤية واستراتيجية واضحة وفي علمانيين نكبنا بهم في الفترة الأخيرة ولا عندهم فقط تكافة نكائية وتخلصوا من الإسلام والإسلاميين ولو على حساب على رأي صعب صنعة بيقولوا له يعني البيت حقك بيحترق كان لهم عال في الكتن يشتيك ضيع على الكتن ولو حرق البيت والعلمانيين حقنا المتأخرين من هذا النوع يحرك الوطن العربي تروح البلاد المهم من أنه يؤذي الإسلاميين أنا لا أمدح الكذافي طبعا لأن حسناته هنا تضيع بين مفاسده واستبداده ولكني أبين حقيقة مهمة هي أن الرجل وهو سياسي عروبي علماني كان يفكر ضمن دوائر ثلاث سياسية الدائرة السياسية الدائرة الوطنية الليبية ثم الدائرة القومية للعرب لما فشل فيهن هذا لكلهن اتجه إلى الدائرة الحضارية الدينية للمسلمين ولما لقاش فرصة اتجه مغاضبا إلى جواره الإفريقي السؤال هل كان الكذافي مخطئا في هذا احنا حنكتفي بالكذافي الآن كمثال معقد هل كان مخطئا حين فكر ضمن هذه الدوائر الثلاث أبدا كان محقا تماما من الناحية السياسية لأن السياسي الجيد هو الذي يفتش ويصنع ويستثمر كل أشكال الروابط بين وطنه والبلدان الأخرى لأنها ممكن تتحول إلى فرص سياسية هذا ممكن يتحول إلى إلى ظهر يسندك في لحظة من اللحظات الرابطة الدينية مثل الرابطة الثقافية ينبغي النظر إليها كروابط سياسية إذا كنا لا نفكر من منظور ديني فلنفكر من منظور سياسي الواحد يدور يصنع لها صديق بالعافية وانت تتخلص من أصدقائك ما الذي يجمعني أنا اليمني بالسوري أو الجزائري لماذا أشعر تجاهه بنوع من الولاء المسألة ليست عركية أنا من عرك والسوريين من عرك آخر وهكذا مع بقية الأعراق لكن اللي يجمعني بهم مسألة أخرى مسألة الروابطة العرقية هذه مسألة غيبية وغبية من ثم لا أحد من العلماء المحققين يذك في روايات الإخبارين عن الأصل المشترك لشعوب المنطقة قد يكون هناك أصل سامي مشترك نعم لكن هذا ليس مهم لأن دراسات الـ DNA لخبطت كل الانطباعات والمعلومات اللي كانت سائدة في العالم لخبطتها طلعت العمان من العرك الآري أكثر أكثر آرية من الألمان اللي قاتلوا على العرك الآري وسووا حرب عالمية ذانية العرك الآري طلع في عمان 12% وفي ألمانيا 9% إذن المسألة ليس مسألة عرقية ثم إن رابطة العرق تنقطع بسهولة مع أول اختلاف أيديولوجي كما هو الحال بين العلمان العربي والإسلام العربي كلهم عرب كلهم يمنيين ومن نفس الكرية وعيد كاتلوا لأن هذا علماني وهذا إسلامي الرابطة العرقية هنا لم تنفعه إذن ما الذي يجعلني أتعاطف مع السوري والليبي والمصري والجزائري والموريتاني والسوداني وأفكر سياسيا ضمن الدائرة القومية لا شيء سوى رابطة الثكافة والدين هي هذه اللي جمعتنا بهم الرابطة الثكافية يعني اللغة المشتركة واللغة هي الثكافة في نهاية المطاف والدين والدين جزء من الثكافة رابطة الثكافة المشتركة والدين المشترك تتحول إلى روابط سياسية هذا هو المهم هنا تتحول إلى روابط سياسية يعني روابط تجمعنا على مصالح مشتركة الروابط السياسية في نهاية المطاف هي روابط المصالح الآنية المشتركة أي أن الفرد العربي يفكر سياسيا ضمن هاتين الدائرتين وليس هناك فرق نوعي بين الدائرة الثقافية ودائرة الدين يعني ليس هناك فرق نوعي بين الانتماء العربي والانتماء الإسلامي لأن الدين نفسه شكل من أشكال الثقافة بل هو أقوى أشكال الثقافة التأثيرا هذه المبادئ السياسية كان ينبغي أن لا نختلف عليها نحن في الوطن العربي وفي اليمن ولا ينبغي تجاوزها إلا إذا تعارضت مع المبادئ الأخلاقية مبادئ الخير والشر يعني لما ألقى عندي دولة بتتناكض مع مبادئ الخير في مجال حقوق الإنسان هذه حتى لو كانت وطنية حتى لو كانت دولة عربية أنا سأفضل عليها الدولة الإسلامية التي تنتصر لحقوق الإنسان والديمقراطية وأعطي ولائي للدولة الإسلامية التي تحترم حقوق الإنسان ولا أعطيه للدولة العربية التي لا تحترم حقوق الإنسان المسألة هنا ليست فقط مسألة الدوائر أيضا مسألة مبادئ يعني لا يصح أن أعطي ولائي السياسي لأي دائرة من هذه الدوائر على حساب الحق والخير ومعيار الحق والخير في السياسة هو منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية ولائي السياسي ليس مجرد وركة تعبث بها رياح الأهواء السياسية ما يش مسألة عصبية أنا عربي إذن أكف مع العرب في الخير والشر لا ولائي وطعاطفي السياسي ينبغي أن أمنحه لمن يحترم حقوق الإنسان وحرياته ثم أبحث بعد ذلك عن مصالحي السياسية ولو بصورة نسبية لأن عالم السياسة هو عالم النسبية الأكبر إذن عندما أشعر أنا كإنسان يمني بالسعادة للنجاحات التي يحققها الإنسان التركي دولة تركية وعندما تعود تركيا إلى الحاضنة الإسلامية ينبغي أن أفرح وعندما أقف إلى جوار تركيا ضد التهديدات الأجنبية التي تحيط بها فأنا أفعل ما هو منطقي تماماً وهذا ما سيشعر به الإنسان الكندي والأمريكي والأسترالي إذا تعرضت ألمانيا لتهديد من قبل تركيا مثلاً حيكون الولاء لألمانيا ليس لتركيا الكندي لو تعرضت ألمانيا لهجوم تركي حيوكف مع ألمانيا مع أنه ما عندهم مشتين ولا عندهم ذقافة وكلهم ألمانيين إذا نشبت الحرب بين الصين وأمريكا أو بين روسيا وأمريكا أو بين اليابان وأمريكا على سبيل المثال فإن عامة الأوروبيين سيقفون مع أمريكا دون شك لماذا؟ لأن أمريكا جزء من التشكيل الحضاري لهم وانت لا تستطيع تسقط التشكيل الحضاري هكذا بجرة كلم الموضوع ليس سهل حتى لو تخليت عن دينك يعني تماماً مثلما أن تركيا تعد جزءاً من التشكيل الحضاري لنا نحن العرب والمسلمين فلماذا يرفض بعض العرب التفكير ضمن الدوائر الثلاث للانتماء السياسي لماذا نجد عرباً يتمنون سكوة تركيا؟ لماذا؟ أتحدث عن مثقفين ليس ناس عاديين ليس عن حكام معينين من قبل الغرب لماذا يكفون في الصف المعادي لتركيا حتى لو كان أوروبياً أو أمريكياً؟ أكف مع أوروبا أو أمريكا أو معها بحجة ماذا؟ بحجة أنك علماني وخلاص يعني أنت الغرب سيشوفك علماني يعني كيوت ولن يقبلك أصلاً تشتيت انخلع من كل الانتماءات هذه مشكلة ثانية رح ناكشة مع علماء الاستراتيجية المسألة ليس شيء زفة في أي أزمة تنشب بين تركيا ودول غربية أن نجدهم في الصف الأوروبي ضد تركيا كيف نفسر هذا الموقف؟ تفسير هذا الموقف ضروري ضروري لكي نعري نظم التفكير الفاسد في الوطن العربي لأن هذه النظم هي التي تعبث بنا الآن المهم عندي الآن ليس الدفاع عن تركيا معنا تستحق الدفاع لكن المهم عندي هو الكشف عن نظم التفكير في حياتنا العربية لأن هذه النظم هي التي قادتنا إلى الخراب الذي نحن فيه اليوم طيب كيف نتعرف على نظم التفكير الفاسد المبني على الهوى لا على منطق استراتيجي متين من خلال الكشف عن تناقضات هذا المنطق يعني دعونا نفترض أن منطق هؤلاء قائم على أساس ما ما هو هذا الأساس يا ترى؟ هذا اللي بيعادوا تركيا في الشاردة والواردة ما هو الأساس اللي بيوكفوا عليه في عدائهم لتركيا؟ عمر تركيا ما كانت صحيعة عندهم أبدا تركيا مخطئة طوال الوقت هذا معنى أنه في شيء مش طبيعي لأن السياسة ممكن تكون صحة مرة وممكن تكون غلط مرة أما أنك على موقف مبدئي من دولة ما هذا معنى أنه في شيء خلونا نبحث عن الأساس اللي بيوكفوا عليه هل هو أساس أخلاقي؟ الإجابة قطعا لا لأن هؤلاء القوم أنفسهم يؤيدون أنظمة قمعية استبدادية فاشلة في الوطن العربي كتلت شعوبها وشردت شعوبها ومزكتها إذن كيف نقول أن موقفهم أخلاقي من تركيا؟ إذا كانوا أصلا واقفين مع أنظمة استبدادية تفتك بشعوبها بالملايين تشردهم إذن هذا تنقض أول طيب هل يكفون على أساس وطني مثلا؟ مصلعتهم الوطنية؟ قطعا لا لأن ما يجري في تركيا غالبا لا يمس مسالحنا الوطنية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر إحنا في اليمن مثلا ما الذي سيترتب على انتخابات تركيا مثلا إذا فاز أردوغان ولا فاز غيره في اليمن ما الذي سيترتب علينا؟ حتى يكف العلماني اليمني مثلا ولا القومنجي العربي ضد أردوغان المصلحة الوطنية مثلا أبدا طيب هل هو أساس قومي؟ ربما يكون أساس قومي القومجيين يعني ربما هذه الفئة من الناس تدافع عن المصالح القومية العربية ضد أطمع تركيا الجواب أيضا لا لأن تركيا ونظامها لم يهددها النظام القومي العربي ولن يهددها على العكس كانوا من البداية يدعموه وكانوا من البداية بيمدوا يد الخير له ويقولوا للسعودية تعالي كودي العالم الإسلامي في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد الجميع كودي العالم الإسلامي نحن لم يهدد طمع في قيادة العالم الإسلامي وكانوا سمن على العسل مع الأسد تركيا ليس لديها مشروع ثورة للتصدير كما هو حال إيران لم يكن لديهم خمينية وليس لديها أجندة مذهبية كما هو حال إيران تريد أن تغير الديمغرافيا داخل البلدان العربية ولا هي دولة ضد أطماع توسعية كما هو حال إيران وروسيا وحتى السعودية ما قالت أبدا أننا نطامعين في سوريا بل قالت نحن نحافظ على الوحدة السورية وسنحافظ على وحدة أراضي سوريا والأيام حتكذبها أو تصدقها النظام التركي الحالي اشتهر بكونه ناجحا في مجال التنمية لا في مجال الحرب لأنه لم يخف حربا قط سوى هذه الأخيرة التي اضطرته إليها الظروف طرته الظروف إلى خوضها في شمال سوريا للدفاع عن أمن القومي وأن له ما عنده أجندة حرب عنده أجندة تنمية وتصدير بضايع بس عداء بعض العرب لتركيا حاصل قبل عملية نبع السلام الأخيرة بمعنى أن عداءهم عداء هذه الفئة من العرب لتركيا ونظامها هو عداء مبدئي مش عداء سياسي عداء السياسي تغير ممكن يكون هنا ولاء وهنا عداء ولاء مبدئي عداء مبدئي عداء سببه أن النظام التركي الحالي تبنى الإسلام مرجعا حضاريا وثقافيا لتركيا هذا اللي يمزح له بس أي أن عداء بعض العرب للنظام التركي متفرع عن عدائهم للإسلام نفسه أو للحركات الإسلامية العربية تعالوا بنا نستمع إلى هذا الفيديو الخطير لضابط المخابرات السعودي المعروف أنور عشقي وهو في منتدى إسرائيلي يتحدث عن طموحات أو عن آراء أو عن أجندة هي في حقيقة الأمر مخطط أمريكي إسرائيلي مدعوم من الصهائن العرب لتكسيم تركيا وسوريا وإيران لكي نفهم ما يجري الآن في سوريا فضلوا العمل على إيجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية لأن ذلك من شأنه أن يخفف من المطامع الإيرانية والتركية والعراقية التي ستقططع الثلث من كل دولة من هذه الدول لصالح كردستان وأرجو التوفيق والسلام في الشرق الأوسط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك فئتان عربيتان الآن تقفان من النظام التركي موقفا سلبيا من حيث المبدأ أو من حيث المبدأ هما فئة أنصار الحكومات العربية المستبدة الفاشلة اللي هم على المستبد حتى لو ودهم البحر وفئة العلمانية الأرتذكسية أعني بالعلماني الأرتذكسي لذلك العلماني العربي الذي يعتقد أن العلمانية موقف من الدين موقف ضد الدين في حين أن العلمانية مجرد إجراء تمييزي يميز بين الدين والدنيا وليست موقفاً أيدولوجياً مناقضاً للدين كما تفهم هذه الفئة تعبنا نفهمهم ما رغوش يفهمهم العلمانية لا تعرف إلا من خلال تطورها التاريخي مش من الكواميس لأن تطور التاريخي لها يبين ما هو ثابت فيها وما هو متغير ونعرفها بالثابت الثابت فيها هو عبارة عن إجراء لتمييز ما هو ديني عن ما هو دنيوي من نسبة لفئة أنصار الاستبداد من السهل أن تكتشف تهاف منطقها وتناقضه الشخص الذي يكف مع نظام قاتل مستبد مثل السيسي والبشار قتل مئات الآلاف من أبناء بلد وشرد منهم الملايين خارج بلادهم واستدعى دولاً أجنبية لاحتلال بلد من أجل حماية كرسية اللي يكف مع واحد مثل هذا الشخص الذي يؤيد مثل هذا النظام ساقط من الناحية الأخلاقية ولا كيمة لكلامه في أي قضية من القضايا هذا النوع من الناس مدان ابتداء لا يمكن أن يكون منطق متسك أبداً خلص انتهينا منا بادري بماذا سيعترض على النظام التركي مثلاً؟ بأنه يقتل السوريين مثلاً؟ أليس النظام التركي هو الذي استكمل ملايين اللاجئين وأواهم؟ ملايين اللاجئين السوريين وتحمل في سبيل ذلك يعني في سبيل هذا الموقف الأخلاكي تحمل سقوطه في الانتخابات المحلية سقط في الانتخابات المحلية في دوائر كثيرة أهمها وأخطرها رئاسة اسطنبول وربما يتحمل سقوطه في الانتخابات الرئاسية القادمة كان بإمكان النظام التركي أن يمنع دخول السوريين من الحدود ويتركهم فريساً للموت ويحافظ على كرسية ورضى الشعب التركي ويحافظ على مصالحها الحزبية كما فعل بشار نفسه بشار شرد الشعب السوريين لكي يحافظ على الكرسي كان ممكن أردوغان يسوي نفس الشيء ويخليهم في الحدود يمنعهم من الدخول علشان يحافظ على كرسية لأن الأتراك حيحاسبوه هل يستطيع أحد في العالم العربي أن يشكك في الموقف الأخلاقي للنظام التركي في هذا الجانب إذن كيف يصبح النظام التركي عدواً للسوريين لمجرد أنه قرر حماية أمنه القومي من التهديدات الخطيرة والممر الإرهابي الذي هندسته الدول المعادية لتركيا إسرائيل في المقام الأول والصحين العرب ولأنه طبعاً وفر هذا الممر الإرهابي وفر شروط هذا كلها النظام السوري الطائفي نفسه من الذي يدرب ويدعم فصائل البيكيكا الكردية المعادية للعرب أنفسهم؟ هذه الفصائل تعادي حتى العرب وتحتكرهم من الذي يوفر لها هذه المساحة ودربها وموّنها؟ أليست إسرائيل وأمريكا وأنظمة الإمارات والسعودية ومصر؟ أليست إسرائيل دولة معادية للعرب؟ أليست الإمارات دولة معادية للشعوب العربية؟ أليس من التناقض النكف من تركيا نفس الموقف الذي تكفه إسرائيل؟ تعالوا إذا تشتوا تعرفوا تركيا صواب الله خطأ اليوم شوفوا الحلفة المعارض لها إسرائيل؟ الإمارات السعودية يكفيكم هذا وبالنسبة للعلمان الأرثوذكسي العربي فهو يعتقد أن علمانيته تحتم عليه أن يرفض من حيث المبدأ كل ما هو إسلامي أو ديني بغض النظر عن مصلحتها الاستراتيجية دون أن يفكر في أي قواعد أخرى استراتيجية ومن ثم يرفض هذا العلمان الأرثوذكسي أن يفكر ضمن الدائرة الثالثة من دوائر الانتماء السياسي لكنه لا يستطيع أن يفسر لنا لماذا يكرر النظام العلماني الروسي مثلا ها أنت بتقول أنت علماني والمفروض العلماني ما يفكرش استراتيجيا ولا ضمن الدوائر الاستراتيجية والمفروض يحارب الدين أنت بتقول كذا طيب فسر لنا أيها العلماني العربي الأرثوذكسي لماذا النظام العلماني الروسي مثلا يدعم الكنائس الروسية بميزانية تفوق ميزانية التعليم العام والتعليم العالي مجتمعتين في روسيا النظام العلماني الروسي يبني في موسكو وحدها 300 كنيسة في موسكو وحدها أنت عاجز أن تفسر ذلك يعجز العلماني الأرثوذكسي العربي أن يفسر لنا لماذا يقبل المجتمع الألماني العلماني الألماني العلماني لماذا يقبل هذا المجتمع بقاء مستوى من مستويات السلطة الاجتماعية للكنيسة في ألمانيا في ألمانيا محكومة من قبل الكنيسة في نهاية المطار لماذا العلماني الأرثوذكسي العربي لا يفسر لنا هذا ولا يستطيع أن يفسر لماذا يتعاطف الغربيون مع بعضهم بعضا والأرثوذكسيون مع بعضهم بعضا ويتحالفون مع بعضهم بعضا مع أن الغرب قد أسقط الدين من حساباته كما يقول العلمان الأرثوذكسي العربي هناك تناقضات واضحة في البنية السطحية للكومج العربي وتناقضات عميقة في البنية العميقة للعلمانج العرب من المعادي للدين عندما يتعلق الأمر بتركيا والعالم الإسلامي والإسلاميين هناك تناقضات واضحة لا يستطيعون حلها لأنه في الأساس ما هو تفكير استراتيجي علشان يضمن الابتساك هو تفكير نكائي أريد أن نكاية بعدو الإسلامي ويسقط المعبد على من فيه يتضح مما سبق أن الفئة العربية المعادية للتركيا تبني عدائها على أساس غير أخلاقي وأساس غير استراتيجي لو بنينا مواكفنا على أساس أخلاقي فإننا سندور حول محور الحقوق والحريات ومن ثم سندين كل الأنظمة العربية المستبدة ونشيد بالتجربة الديمقراطية حيث ما كانت تجاربة الديمقراطية حيث ما كانت تصب في صالح الإنسان أينما كان ومنها التجربة التركية ولو بنينا مواكفنا السياسية على أساس استراتيجية لكان مواكفنا من تركيا أيضا موقف موالي ومؤيد لماذا؟ لأن نجاح تركيا العلمانية أو الإسلامية يصب في مصلحتنا الاستراتيجية نحن العرب مجرد ما تركيا تتبنى الديمقراطية هذا في صالحنا سواء كانوا إسلامين ولا علمانين الأمر لا يحتاج إلى ذكاء في الفهم صعود تركيا الحديثة لن يخصم من رصيدنا نحن العرب صعودها لن يخصم من رصيد العرب شيئا بل من رصيد الدول المهيمنة على المنطقة ولذلك الدول المهيمنة هذه هي اللي بتصرخ والدول التي لديها أجندات العرب ما عندهم شيء أجندة اليوم العرب حبارة عن فتى الكل يمد يدي يأخذ منها تركيا إذا صعدت ستخصم من رصيد أمريكا وإسرائيل وروسيا ولهذا قامت أمريكا والدول العميقة وإسرائيل بدعم وتدريب جماعات تهدد الأمن القومي التركي في شمال سوريا مع أن تركيا عضوا في حلف الناتو المفروض كانوا يحافظوا على سلامتها لكنهم يشتغلوا لمصلحتهم الاستراتيجية بعيدة المدى عندما تقوم تركيا بإحياء الكتلة الإسلامية الميتة على المستوى الدولي وتلتقي بباكستان وماليزيا في مشاريع ذات طبيعة تكتلية إسلامية هذا لن يخصم من رصيدنا الوطني أو رصيدنا العربي شيئا بل سيضيف إليه في المنظور الاستراتيجي ستصبح لدينا كتلة دولية جديدة تخصم من رصيد الكتلة الدولية الأخرى كتلة دولية تنتمي إلى تشكيلنا الحضاري لو كنا نعكل تشكيلنا الحضاري التاريخي هكذا يقول المنطق الاستراتيجي لكن العرب في العادة لا يحبون التفكير عبر هذا المنظور وإنما عبر ثقوب المصلحة الذاتية والحزبية والفئوية الضيقة ولهذا تفعل بهم الأقدار ما تفعل وهذا النوع من التفكير الذي نتحدث به التفكير الاستراتيجي الذي نتحدث عنه ليس غريبا بل هو التفكير الأصيل الذي كانت تتبناه أفضل العقول الاستراتيجية العربية أمثال المفكر العربي المصري جمال حمدان جمال حمدان مؤلف موسوعة وصف مصر وصاحب الفكرة الاستراتيجية العميق كان مشغولا بالأبعاد المختلفة لمصر كان بيحب مصر لكن لأنه بيحب مصر كان بيشوف الأبعاد التي تحميها ومنها البعد الإسلامي ولهذا ألف كتابا من أهم الكتب بعنوان العالم الإسلامي المعاصر رسم فيه خريطة دقيقة للجغرافيا الإسلامية وبحسه الاستراتيجي أدرك جمال حمدان أن تركيا الإسلامية أكرب لمصلحة العرب من تركيا الكمالية فقد وصف تركيا الكمالية بأنها ذات نزعة الشوفينية حادة ولديها عقدة الأوروبا تحب تكون أوروبية وبتأثير هذه النزعة هجرت تركيا العلمانية هجرت الكتابة العربية وخلصت لغتها من القاموس العربي إلى حد كبير ويفهم من كلام جمال حمدان أن هذا لم يكن في صالحنا نحن العرب ويتحدث في فصل كامل عن الجغرافيا السياسية للإسلام خاصة هذا الفصل يعني خلاصته أن العالم الإسلامي هو بمثابة حائط الصد الأول لرياح الاستعمار والغزو التي تهدد خيام العرب ولذلك ينبغي أن يظل هذا الحائط قويا وسرد لنا في كتابه هذا متوالية السقوط يعني كيف بدأت في بلدان إسلامية وانتهت بالوطن العربي يعني الوطن العربي ما سقط في حضن الاستعمار إلا بعد أن سقط الوطن الإسلامي بدأوا بالإسلام أولا ثم جاءوا إلى العرب كان الحائط الإسلامي يحمينا نحن كعرب هكذا يفكر جمال حمدان في البعد الإسلامي باعتباره جغرافيا سياسية على الأقل ولم يدفعه موقفه المعارض للجماعات الإسلامية في زمنا لم يدفعه إلى إنكار هذا البعد أو تجاهنه كما يفعل العلماني العربي اليوم نتيجة غياب التفكير الاستراتيجي لديه أو نتيجة غياب الضمير الجيد على وجه الصحة في الدكائق الماضية فضلت أن أتحدث عن معاني عامة لأن الأحداث الجارية اليوم شمال سوريا تحتاج لتعصيل تاريخي وسياسي وأخلاقي لا يتسع له المجال لأنه مسألة تضارب مصالح وأنت تفكر في المصالح الاستراتيجية وأحياناً كدت وفكاً للتفكير الاستراتيجي وتفكير المفاسد والمصالح كدت تضحي ببعض المصالح وببعض الحقوق للناس في سبيل الحقوق أكبر وفي سبيل المصالح أكبر منذ سنوات وأنا في هذا البرنامج أتحدث عن أن ما يجري في سوريا يستهدف تركيا في المقام الأول في الدرجة الأولى كان بإمكان المشكلة السورية أن تنتهي في عامها الأول بل في شهورها الأولى لو لا أن سادت النظام الدولي وأصحاب المشاريع المعادية للشعوب أرادوا سوريا ساحة لتوريد تركيا تركيا الناهضة الحديثة التي لا يريدون لها أن تنهف أرادوها بمثابة أفغانستان للاتحاد السوفيتي كانت أمريكا وإسرائيل والصهاين العرب يعتقدون أنهم وضعوا تركيا بين خيارات كلها قاتلة لما فجروا الأزمة في سوريا وتركوها تطول تعمدوا تركها تتحول إلى فوضى من ثورة إلى فوضى أرادوا توريد تركيا وفقا لثلاثة خيارات احتمالات قاتلة إما أن يظل النظام التركي صامتا على ما يجري في سوريا ويغلق حدود أمام اللاجئين السوريين وبهذا يخسر النظام التركي سمعته وقوته الأخلاقية وبعده الإسلامي الذي حرص على الاتجاه إليه بدلا من أوروبا كان سيخسر هذا كل لو ترك السوريين داخل سوريا ومنعهم ولم يتكبل اللاجئين كانت ستحصد تركيا على المطد الطويل نقمت الشعب السوري وعداء الشعب السوري وهذا ليس في صالح تركيا وكان سيترك حلفاء إسرائيل من الأكراد يعظمون قوتهم لتكسيم تركيا في المستقبل هذا لو ترك السوريين يصطفلوا على رأيهم كان هذا خيار أول وهذه الخسائر المتوقعة له لو أنه اكترف هذا الخيار الخيار الثاني أن يفتح الأبواب لملايين اللاجئين السوريين ليفغطوا على الاقتصاد التركي ويتحولوا إلى وركة اتزاز في يد خصومه العلمانيين في الداخل ويسقط في أول انتخابات قادمة في أول انتخابات قادمة وهذا ما حدث بصورة نسبية في الانتخابات البلدية الماضية حزب العدالة والتنمية خسر رئاسة بلدية إسطنبول بسبب موقفه الأخلاقي من اللاجئين السوريين في المقام الأول نحن عايشين هنا ونعرف هذا الكلام ومن المتوقع أن يخسر الرئاسة التركية في الانتخابات القادمة إذا لم يعالج هذه المشكلة مشكلة السوريين خلال هذه السنة هذا أيضا ما يطلبه الصهيين العرب وما يطلبه إسرائيل هم يريدون أن يسكاطب بهذه الأدوات هذا ما يريده حلف إسرائيل وأمريكا ويتمنوا أليس من حقه أن يدافع عن نفسه؟ الخيار الثالث أمام النظام التركي في الأزمة السورية أن يكرر دخول شمال سوريا لتحقيق هدفين أساسيين مشروعين هما إزالة التهديد القومي التهديد استراتيجي ممثلا في جماعة بيكيكا المدعومة من أمريكا وإسرائيل والصائد العرب هذا بشكل رسمي مدعومين ما هوش استنتاج لا مدعومين بشكل رسمي ما بش معه غير أنه يدخل يقضي على هذا التهديد ويوطن اللاجئين السوريين في أرضهم إلى أن تنحل مشكلتهم وبهذا يحل معضلتين بضربة واحدة أليس من حق ذلك؟ هم لا يريدون أن يحل المشكلة بهذه الطريقة هم يريدون إما تكسيم تركيا وإما إسقاط نظام العدالة والتنمية وعليه أن يصمت كل خصوم تركيا يرفضون هذا الخيار لأنهم يريدون أن تبقى تركيا تحت السكين تحت حد السكين التي شحذوها هم ولهذا نجدهم اليوم يصرخون وكأن سوريا كانت بكرا قبل أن يدخل عليها أردوغان يتناسى القوم أن العلاقات بين سوريا وتركيا كانت طوال تاريخها علاقات سيئة ما تحسنت العلاقات بين تركيا وسوريا إلا في عهد حزب العدالة والتنمية صاحب الميول الإسلامي لولا أن الدكتاتور السوري وحلفاءه الطائفيين أحرجوا تركيا والعالم كله بجرائمهم ضد الشعب السوري ولم يكن بإمكان النظام السوري أن يتجاهل البعد الأخلاكي في هذه المأساة لكي يحافظ على علاقتهم المميزة مع بشار الأسد النظام التركي يدفع اليوم ثمن موقفه الأخلاكي لا موقفه الانتهازي كما هو حال بقية الدول المشاركة في المأساة السورية بقية الدول دخلت لكي تحصد فقط لمصالحها لكن بعض العرب في خصوم يعني قوم كما يقول القرآن قوم خصمون كما يصفهم القرآن وكما يصف أجدادهم قوم خصمون يفضلون إنكار الحكائق وإنكار الشمس وهي فوق رؤوسهم فقط لكي يحققوا مآربهم ويوجهوا طعناتهم لخصمهم الأيدولوجي إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة